اشتركوا في القناة في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكس تو اكس تو واهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلاي قلنا نبدأ بالتفاصيل في عندنا بطولة ومن خلال البطولة هذي حنحصل على الاسكنات الظاهرة امامكم مجانا عندنا اتنين اسكنات واتنين حقائب ظهر واتنين اكسات يعني هناخد اتنين حزمات من خلال هذي البطولة تمام طيب في البداية خلينا اعرض لكم الاسكنات بعد كده حنتكلم على تفاصيل البطولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الثلاثاء 22 اكتوبر يوم الثلاثاء 22 اكتوبر يقول لك يبدأ الحدث خلال عشرة من الايام طيب البطولة هدي حتكون الوضع الزوجي الوضع التنائي نظام البطولة نفس نظام كل بطولة عشرة مواجهات او ثلاثة ساعات طيب في نقطة مهمة دائما اوضحها في كل بطولة لما تختار صاحب حاول تختار صاحب كويس علشان تلعب معه البطولة لانه خويك لو لعب معك جيم او وسحب عليك مستطع تكمل البطولة لكن فيه طريقة انك انت تتكمل البطولة انك انت تشوف ليك سيرفر ثاني يعني مثلا انت لعب forums خويك سحب عليك يعني لعب معك이에요 او game 2 وسحب عليك شوف لك سيرفر ثاني وشوف لك خوي ثاني ولعب معه البطولة من اول وجديد لكن فيه نقطة مهمة ضروري تعرفها بعض البطولات ما تقبل بتعدد السيرفرات يعني مثلا لعبت الشرق الاوسط تيجي تلعب البطولة بسيرفر تاني يقولك لا يسمح فانتبه من هاد النقطة بحاول تختار صاحب كويس علشان تلعب معه البطولة طيب عندنا تفاصيل البطولة الانتصار الملكي خمسة وستين نقطة وعندك كل تصفية عليها نقطة واحدة طيب خلينا باقي التفاصيل اذا انت ضغط اكس بعد كده ار تو حيبين لك الاشياء اللي احنا هنيربحها من البطولة اول شي عندك فينه من الانتة اللي هو الاسكن بعد كده عندنا قواطع السيم بايوت هذا الفأس بعد كده عندنا قواطع السيم بايوت هذه زينة الضار هذه الحزمة الاولى بعد كده عندنا الحزمة التانية العذاب هذا الاسكنة التاني بعد كده السيم بايوتاكس الكهربائية هذا فأس بعد كده عندنا ليوم بيوت زينة الضار يعني عندنا هذه الحزمتين اللي حنحصل عليها بجانا عن طريق هذه البطولة فهمتو كيف طيب مكتوب عندنا هنا افضل هذه في الشرق الأوسط هذه صورة بيين لكم جميع مواعيد السيرفرات وكل سيرفر كميربح إذا أنت لعبك على قدك ألعب الشرق الأوسط وإذا أنت لعبك مرة تمام ألعب أوروبا لأن حقون أوروبا صراحة معرقين دائماً في سؤالين تجيني في التعليقات خلينا بيين لكم هذه السؤالين لأنها كثير ما تجيني في التعليقات السؤال الأول كثير من الأشخاص اللي يسألوني يقولوني يا صياد كم نجيب نقطة علشان نحصل على الحزمة هذا السؤال أنا ما أقدر أجاوبك عليه ليه؟ لأنه ما في نقاط معينة علشان تحصل على الحزمتين كل اللي عليك أنك تشد حيلك والباقي على الله ليه؟ لأنه كل شخص ما إحنا عارفين كم يحصل على نقطة أهم شيء أنك تكون من ضمن أفضل الميتين فهمتوا كيف؟ طيب السؤال الثاني كيف أشارك في البطولة أي بطولة ما لا نظام أنك أنت تشارك فيها لاحظوا معايا تنزل هنا في عندك هنا بواسطة إيبك شايفين بواسطة إيبك في هذا المكان في الأخير حتحصل البطولة في هذا المكان تمام؟ يعني البطولة الساعة 6 بتوقيت يعني الشرق الأوسط الساعة 6 مساء الساعة 5 ونص حتحصل البطولة أمامك الساعة 6 بالملي تقدر تلعب البطولة كثير من الأشخاص في هذا الموضوع يرسلولي بالتعليقات يعني يدخل البطولة قبلها بدقيقة أو دقيقتين يقول لي يا صياد مكتوب على البطولة معطل معطل لأنه ما بدأ وقت البطولة الساعة 6 يعني الساعة 6 بالملي تقدر تلعب البطولة طيب الأشخاص اللي مثلا لعب البطولة وما قدر يحصل على الحزمة لا يزعل هذه الإسكنات حتنزل في مجر العناصر يوم 24 أكتوبر سعر الإسكنات صراحة إلى الآن غير معروف تمام؟ لكن احتمال حيكون الإسكن بـ 1200-1500 في بوكس ما حيتجاوز عن هذا الشيء طيب علشان تشارك في البطولة ضروري أنه يتوفر معاك شرطين الشرط الأول ضروري يكون تصنيفك البرونزي لكن كثير من البطولات لا تدقق في الموضوع هذا لكن حاول أنك توصل للتصنيف البرونزي يعني عندك وقت تمام؟ لأنه بعض الأحيان لما يكون تصنيفك أقل وتيجي تلعب البطولة يقولك تصنيفك ضعيف فما تقدر تشارك في البطولة تمام؟ عندك الشرطة الثاني ضروري أنت وخويك تكونوا مفاعلين المصادقة التنائية إذا أنت ما فعلت المصادقة التنائية أو ما تعرف تفعلها أنا أحط لكم رابط أسفل الفيديو في مقطع سابق ليا في كل شيء تتمنى كيف تفتح حساب إيميل جديد كيف تفتح حساب في السوني في الإبك كيف تربط الحسابات كيف تسوي المصادقة التنائية ومسوي على أجزاء حاول تضبط أمورك أنت وخويك علشان تقدروا تشاركوا في البطولة طيب إذا عنده أحد أي استفسارات عن البطولة يرسيلي في التعليقات أنا أجاوب على كامل التعليقات كده وصلنا النهاية مقطعنا أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسى تفعيل زر الجرس ولا تنسى استخدام كود الأيتم شوب إكس تو إكس تو وهم شي لا تنسى تدعموا المقطع بلايك وإن شاء الله يتقابل مقطع آخر وفأمان الله اشترك في القناة